أخي يوسف أنت بتتنقل كتير في الغرب وفي الشرق في كل أنحاء العالم تخدم بالإنجيل شو هي الرسالة اللي إحنا محتاجينها في القرن الحادي والعشرون في هذا اليوم بالتحديد مين بيعرف يمكن الرب جاي في أي لحظة وإحنا بنتكلم في البرنامج شو اللي عاوز تحكي لنا إياته عايز أقول إن إحنا فعلا زم حق بتقول إن إحنا في الزمن الأخير وعشان كده أناشد كل واحد مش إنه ناوي يخلص تخد الخلاص خد قرار دلوقتي يمكن آخر فرصة عشان كده فورا خد قرار الآن لأنه بص يقول إيه في متى 25 والمستعدات دخلنا معه إلى العرص وأغلق الباب البقين كانوا عايزين يستعدهم كانوا في نيتهم بس ما استعدوش وراحت عليهم لذلك لا أتمنى لواحد من المشاهدين أنه كان ناوي يستعد بعد أسبوع أو بعد يوم حتى لكن الآن إذا كنت اقتنعت وإن المسيح مخلصك الوحيد ارفع قلبك إلى الرب وإطلب خلاصه ستحصل عليه فورا ومجانا وحتى لو مش فاهم كل حاجة في الكتاب المقدس طبعا وإحنا ما أقل ما نفهم لكن عندنا حاجات كتيرة قوي قوي فهمناها حكمة لا تجعل ما لم تفهمه يضيع عليك ما استطعت أن تفهمه إحنا في الحياة حاجات كتيرة مش فهمينها لكن في حاجات كتيرة فهمينها وبنستفاد بيها فلا تضيع ما لا تستطيع أن تفهمه في سبيل لا تضيع ما فهمته في سبيل ما لا تستطيع أن تفهمه ولو شخص عاوز يبتدي في هذه العلاقة الجديدة ويقرأ كلمة الله شو بتنصحه أخي يوسف بنصحه إقرأ العهد الجديد وابتدي بالعهد الجديد طبعا العهد الأديم رائع وممتاز وأنا بحبه جدا لكن في البداية إذا كنت مبتدئ ابدأ بالعهد الجديد بالأنجيل ثم الأعمال ثم الرسائل رؤية سفر الرؤية هذه باركة عظيمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر